السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي تعالوا نتكلم عن ما قبل مواجهة الهلال القطن الكاميروني في ثالث جولات المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا الهلال بعد فوز مهم جدا على الأهل المصري بينتقل لقاروة بطائرة خاصة في عمل جيد جدا من مجلس الإدارة وأيضا فريق القطن الكاميروني بعد خسارته على ملعبه بثلاثة مقابل واحد بيستقبل الهلال في مباراة ممكن نصفها بأنها هي القشاية اللي ممكن يدعلق بيها أي غريق عشان كده من العنوان ده نحن ممكن نبدأ حلقتنا ونتكلم عن أهمية المواجهة بالنسبة للهلال والأهمية هنا بتجيك عطفا على المباريات أو حتى مسار المباريات اللي بيجيك بعد كده مسار أعتقد أنه مسار مميز جدا بالنسبة للهلال يخليه يتأهل للدور لدورة 8 من الجولة الخامسة حتى قبل مباراة الأهل المصري اللي حتقام في القاهرة ودور أعتقد أنه حتى المسار بالنسبة لفريق زي القطن الكاميروني إنه في حالة خسارته من الهلال ممكن جدا الهلال يبدأ إجراءات خروج الفريق الكاميروني بشكل رسمي والأهل اللي يجي يختم له في الجولة اللي بعد كده طيب خلونا أبدأ معكم أول حاجة بمسار الهلال الهلال نحن عارفين إنه حييمشي إلعب في قاروة بعد ذاك يستقبل القطن الكاميروني هنا حتى بعدها تاني على ملعب الهلال حيستقبل فريق سانداونز الجنوب إفريقي فبالتالي في حالة مكسب الهلال على القطن الكاميروني في قاروة الهلال حيعود من هناك بثلاثة نقاط حتكون غالي لدرجة بعيدة حتفتح له وكمان مسار التاهل لدور الثمانية وبنتكلم عن إنه بعد ذاك حيواجه القطن هنا في السودان لكن القطن قبل ما ييجي هنا يلعب في السودان مؤكد حيمشي يلعب المواجهة المؤجلة أمام الأهل المصري والأهل في الوقت ذاك حيكون انخلص أو حتى انتهى من المواجهة الأولى أمام سانداونز الجنوب إفريقي فبالتالي الأهل مواجهته أمام القطن الكاميروني حتكون في غاية الهمية عشان يحاول بعد ما يكسب الهلال على القطن يحاول برضو إعمل ستة نقاط عشان يكون مع الهلال سوا بعد ذاك الهلال حيستقبل القطن القطن بيكون من ثلاثة مباريات خسر تسعة نقاط فبالتالي حيكون أشهر بشكل رسمي فممكن إذا كان الهلال قدر يكسب القطن في قاروة مؤكد في مباراة الأرض فيهم كانوا يكسبوا وبكل سهولة وممكن جدا بسكور عالي دمام معنا وأنا بتكلم ليك عن القطن قصير سهل وممكن تكسبوا وانت على الماشي تمش لك لا بتكلم في السيناريو الأمثل اللي أتمنى إنه حتى اللعيبة ما بكونوا يفكروا بالطريقة دي يفكروا بس كل مباراة كل مباراة هي ثلاثة نقاط بالنسبة لهم بمثابة نهاية بعد ذاك الهلال بعد تسعة نقاط يكسبوا في مواجهة العودة أمام القطن الكاميروني في المواجهة اللي بتجي بعد مواجهة القطن والأهل المؤجلة مؤكدون الهلال على ملعب وحيستقبل فريق صنداونز الجنوب الافريقي أيا كان مستوى صنداونز اللي نحن أساسا بنعترف إنه كفريق عالمي ومقدم كرة قدم أعتقدين الأفضل في كرة الافريقية حاليا مع شباب الوزداد مؤكد برضو الهلال قادر إنه يتفوق عليه على ملعب الهلال في الجولة الخامسة ما قبل الأخير وهلال في الوقت داك ممكن يعمل اللي هو 12 نقطة أي سيناريو وغير كده أنت من الصعب تتأهل لأنه المواجهة الأخيرة أمام الأهلي أعتقد إنها مواجهة محفوفة بالمخاطر وإنت ما بتعاين لأنها يمكن تقول لك ثلاثة نقاط في المتناول إنت ممكن تكسبها أي نقاط موجودة على ملعب الهلال هي بالنسبة لك في غاية السهولة إنك ممكن تكسبها مش سهولة استخفافا بالخصوم لكن بنتكلم عن لعبة الهلال والروابط الموجودة دائما في ملعب الهلال عشان كده مواجهة قروة في غاية الأهمية وأنا عجبني جدا تعامل مجلس الإدارة في أنه يطلع طائرة خاصة للكاميرون والأهم من ذلك كمان تعامل مجلس الإدارة في أنه يطلع فيديو بعد المواجهة في أنه الناس ممكن تفرع لكن نحن فاتحين الملف والفرح دائما ما بيأخذ وقت بحكم أنه لسه المواجهات حتى تستمر والإنجاز لم يأتي بعد وحتى إنجازين كتتأهل من المجموعات وبرضو ما إنجاز لا فوزك على الأهل إنجاز ولا حتى فوزك على في غاروة إنجاز ولا حتى على صنداونز ولا التأهل الإنجاز الحقيقي إنك تتصل للقب الأميرة السمراء عشان كده ما في احتفال ولا أعتقد أنه نحن ممكن نوافق زول يقول والفوز على الأهل هو بمثابة بطولة بالنسبة للهلال ما هو طبيعي من تاريخ تأسيس النادي الأهل في السودان أنت بتخسر مواجهاتك وبالتالي معنا كده حامل لكم بطولة يعني غير كده برضو واحدة من النقاط المهمة الناس في التعريف في مباريات الهلال بيكسب الأهل جو القاهرة برضو دي بمثابة مباريات لا بالتأكيد لا الناس ما فرحانة الناس في الهلال وفي السودان بشكل عام فرحاني اللي جوانب تاني الناس عرفها كويس لكن الجوانب الأهم من الرياضي اللي احنا دايما بنركز عليها إنه الهلال على ملعبه على مدار المجموعات وعلى مدار عتق السنتين أو حتى ثلاثة ما بيفوز على ملعبه فبالتالي الثلاثة نقاط كانت غالية لدرجة بعيدة اللي هي الليلة حتمهد الطريق لأنه الفريق يتأهل المرحلة القادمة القادمة بعد فوزه على القطن في جاروة والقطن فريغة جماعة ما بقول على إنه كفريق فريق منظم أو حتى فريق عالمي أو حتى فريق بقدم كورة قدم جميلة خسر على ملعبه بالتلاثة مقابل واحد من صنداوس صنداوس فريق منظم جدا اللي بيقصر من صنداوس الجماعة ما فريق ضعيف لدرجة بعيدة ممكن فريق يكون في مساحات تجدر تستفيد منها يكون كفريق إتا في حاجات إتا ممكن تعمل عليه ولكن الحاجة المهمة اللي تدائما بتحاول تخطها قدامك إنه صنداوس كفريق أعتقد أنه مختلف شوية عن كل الفرق الموجودة على مستوى القارة ده الترتيب اللي مفروض يحصلين يعني حالة النشوة الموجودة والفرحة الموجودة في إنك تخطيت أول ثلاثة نقاط من نسبة لك على ملعبك التحديات اللي كان صاحبت مواجهة الأهلي دي طوالة إنت تنساها وتحاول تفكر فيه فريق القطن الكاميروني ببتابة مباراة الأهلي نفس الترتيب اللي ترتب للأهلي حترتبوا للقطن الكاميروني ناس ممكن تتكلم عن مستوى القطن الكاميروني كمساحات وكأطراف بيطلعوا ليفوق وخط دفاع سيء وخط وسط مشتت وهجوم ما أعتقدون بالمستوى الأفضل تأكد تماما المباراة دي والرسمة التكتيكي اللي عبوبه لناس القطن الكاميروني أو تيم القطن الكاميروني كان على فريق زي صنداون صنداوز جدر خلخل دفاعات الفريق الموجود على مستوى القارة في الموسم الفاتر الهلال زهاب وياب الأهلي زهاب وياب وفي الموسم ده كسب الهلال ممكن جدا نكسب الأهلي زهاب وياب فبالتالي ده فريق أنت حاليا ما بقدر أن أجيس مستوى الهلال الحالي المستوى اللي أعتقد أنه فوق تحفز كبير جدا لسه ما وصل للنصجة التكتيكي عشان أقارنه بأقارنه بفريق زي صنداوز وقل طالما خسره ثلاثة هناك من دهك مباشرة حيخسره من هنا بالأربعة وحتى عقل حناخد ثلاثة نقاط هل ثلاثة نقاط إنت لو رجعت من غير الثلاثة نقاط تأكد تماما حتى فكرة تأهلك حتكون على ألمحك عشان كده واحدة من أبرز الحاجات إنت حتفكر في الثلاثة نقاط ولا شيء غير الثلاثة نقاط وده هنا بتحاول من خلاله تقسم الجيم لفترات إنك إنت أول حاجة في المطلق لو لعبت على مدى ساعتين إنت ما تتقبل أي أهداف في مواجهتك أمام القطل الكاميروني داره في إنه يجيب مدرب الإمكانيات العالية اللي هو عالم بخباي الكورة الأفريقية وعارف لعيبة اللعيب الموجودين على مستوى أفريغة القطن الكاميروني ويقدر إقرأ الجيم بالشكل عام عشان كيدي واحدة من الإجابيات المهمة جدا جدا على مستوى أفريقيا بشكل عام ما بنشوفه التمييز التكتيك بشكل كبير اللي محتاج عليه تقدر تبني وتسوي وتسوي في أفريقيا أعتقدونه واحدة من أهم الحاجات اللي أنت مفروض دايما بتكسب بها في المقام الأول وهي التمييز التمييز الخاص بفريغك أنت أعتقد أنه الترتيب اللي يكون موجود العوامل التكتيكية الخاصة بك أنت ودايما يا جماعة الأمور التكتيكية أمور التفاهم والإنسجام في الفريق وكمان حتى الدوافع والحماس التفاصيل دي كلها هي اللي بتخلي الفريق يا يكسب ثلاثة نقاط يا كمان حتى يخسر يعني شخصية الفريق ومدى يعني استمراريته حتى في أنه يحصد النقاط أو حتى يحاول يجدد من الرغبات وكمان حتى يكسب ويحسس لسة وعنده نهم على مستوى في حصد النقاط وكمان حتى تسجيل الأهداف ويكون عنده تفوق كبير جدا في حراسة المرمى وخط الدفاع وكمان حتى الوسط ويكون في شراسة على مستوى خط الهجوم وتسجيل الأهداف وقتناص الفرص دي الفرق اللي إتا دائما إتا تكسب المواجهات عشان فريغك من المستوى لكن في أفريقيا ما في التاكتكال بيب غورديولا وديزيربي والنازي لا ما أعتقد أنهم موجودين لكن الموجود أنك إتا لو إتا متميز في الجوانب الخاصة بك إنت كفريق قادر تقييف في الميادين خارج أرضك بخبرتك الإفريقية بخبرة لعيبتك بخبرة مدربك تقدر تعالي وكده من برد تقدر تطمن ممكن بدبال هلال كتشكيل بشكل عام تشكيل اللعب مواجهة الأهلي هنا تشكيل أخذ حافز أعتقد أنه أخذ عمق جدا بتاعثيقة مويز جدا جدا في أنك إتاك سبت مواجهة كانت صعبة جدا فيها تحديات مش تحديات على مستوى الكورة بس لا تحديات ولا رياضية بس ولا تحديات على مستوى مباراة جوا ملعب بس لا كان فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا ضغطوا شحن جماهير بشكل كبير عشان كده يقدروا يمتصوا الحماس الخاص بالجمهور وكمان حتى لعيبة القطن الكاميروني القطن كفريق يا جماعة زي ما قلت لك هي دي مباراة القشاية اللي بدعلق بها وكل غريق يصيرها تأكد تماما أنه حيكون خارج البطولة والهلال حيديه الورقة الأولى بتاعة الخروج بعد ذلك الأهلي حيشريه بشكل رسمي عشان كده حيفتشوا المباراة دي حيحاولوا يمسكوا فيها بكل ما أوتوا من قوة وممكن جدا يزعي الهلال بشكل كبير كيف يكون عندك الصبر وكيف يكون عندك الصبر وكيف يكون عندك الصبر وكمان الصبر عشان تقدر تثبت في مثل هذه المباراة اللي بتكون خارج أرضك ثقافة الفوز شفناها كممكن تكون أو حتى التعادل أو حتى العودة بنتائج إيجابية شفناها للهلال في مواجهات التمهيد اللي كانت أمام الشباب التنزاني يعني نتيجة اعتقد أنها برضو كانت إيجابية جيت لملعبك أنت ولكن ديك نتيجة خاصة بخروج المقلوب مؤكد لكن في النهاية الثبات على ملعب بيكون جماعة فيه ضغط جماهيري كبير جدا فبالتالي فلورون إيبنغي من مباريات الفريق الإيثيوبي وكمان حتى فريق التنزاني وكمان حتى أمام صنداونز والليلة بتجي تلعب أمام في غاروة أمام القطن الكاميرونية أنا يعني اللي بتوقعون المدرب دي يكون عنده الشخصية اللي بيقدر يفرضها أو حتى يسقط على أرضة الملعب مع اللاعبين ويقدر يقدم أفضل مردود في غاروة كمان حتى ما يستعجروا على الفوز لأنه الهدف بيجي في لحظة زي ما بيجي عليك ممكن جدا يجي ليك فبالتالي التوازن في مثل هذه المواجهات مهم جدا تعرف إنه ثلاثة نقاط هي الهدف الأساسي إنك أنت تطلع بي عشان تجي راجع للسودان وفي رصيدك عندك ستة نقاط في هذه المجموعة تقود رأس في رأس مع صنداونز مباشرة وتخلي الأهلي وصنداونز مباشرة لوحدهم في الصراع الثاني بعد ذلك أنت تفتش لأنه تشوف كيف مباريات العودة عشان كده تمنياتين يكون الجهاز الفني أخذ مباراة قالوا إنها تكون هي المواجهة بتاعت الثلاثة نقاط بس من غير أي تفكير في السيناريو ممكن جدا تطرح اللعيبة إنه يكون في سيناريو بتاع الـ 12 نقطة قبل مواجهة الأهلي المصري في القاهرة وده شي طبيعي عشان اللعيبة يحفزوا نفسه وفي إنه يعرفوا إنه السيناريو الطبيعي إنك تتعمل واحد إنه ثلاثة أربعة الأهم حاليا إنك كخاطب أولى أكسب دي وما في داعي إن أنا أرجع السودان بنقطة بحيدة من المواجهة دي ولا حتى أرجع من غير نقاط أي تفاصيل بإنك التفاصيل من غير إنك ترجع بثلاثة نقاط تأكد تماما الهلال حيكون تأهل من هذه المجموعة على المحق زي ما قلنا تشكيل الهلال بشكل عام هو التشكيل اللي حيلعب اللي لعب مباراة الأهلي أتمنى إنه يبدأ هناك ممكن جدا المدربة جماعة يحاول برضو يفاضل ما بين يكون واحد لعب خط وسط مثلا زيادة كرابع ويكمل مع المهاجمين زي عبد الرؤوف مثلا أو حتى يكون الليمين جارجو مثلا موجود في مكانه أو حتى ياسر المزمل يستفيد منه على مستوى السرعات أو حتى يمكن يكون بعاقلة لعب تاني غيره لكن أعتقد من المرجوز اللي قدموا بعاقلة وأباقنا وكمان حتى بلادي خضر بقبة في الزيادة العددية أو حتى في الزيادة الخاصة أو حتى في الحوارات الفردية الحوارات البدنية خط الدفاع التمييز وكان كبير الشراسة اللي كانت موجودة من اللاعب محمد أحمد إيرين التوازل والتمييز اللي كان موجود من عثمان ديوف أطهر الطاهرة الصحيان اللي كان موجود إبراهيم إمورو المستوى الطيب اللي قدمه وكمان حتى خط المقدمة أعتقد أنه برضو قدمه مردود كان طيب جدا جدا لاستفادة من المهارة الفردية الخاصة باللاعب مكابل وعتقد أنه واحدة من التفاصيل اللي حتسهم مع الهلال بشكل كبير أنه يقدم مردود أفضل في هذه المواجهة تمنياتين الهلال يرجع بنتيجة تكون هي يعني زمان دائما بنتكلم ينقول أن الهلال يرجع بنتيجة إيجابية اللي لا ينقول أن الهلال يرجع بثلاثة نقاط ولا شيء غيرها لأنه هي اللي حتعينه وهي اللي حتفتح له مسار التأهل في الفترة القادمة عشان ما يخط نفسه في أي صدامات أو حتى أنك عندك مواجهة أخيرة أمام صنداؤنس أو حتى الأهلي أو غيره أنك لسه بتفتش على ستة نقاط أو حتى التسعة نقاط مباراة صنداؤنس استقبلها وإنت عندك في رصيدك التسعة نقاط تفتش لأنك تتأهل سواء كانت عادلت أو حتى أنت كمان كزبت المواجهة ورسلت نفسك لدور التمانية مباشرة داللي حنشوف إن شاء الله وتوقعتين إن شاء الله ثلاثة نقاط للهلال بإذن الله من ملعب قروة من أمام القطن الكاميرون للفريق أنا أعتقد أنه لو أنت ممرتب نفسك بشكل أفضل أو أنت ما قاري الجيم أو حتى قاري أفريقيا بشكل عام المباراة هتصعب عليك بالشكل كبير وده شي طبيعي هتكون صعب لكن الأهم تأمنوا حيطلع بالحاجة ما اللي هو عايزة القطن حيبق على نفسه في المنافسة ولا الهلال حيفتح الباب على مشرعيه له عشان يتهى للمرحلة اللي بعدك دروي بشكل عام بشكركم دائما على الحسن المتابعة إن شاء الله دائما تأمين ولا أمين شكرا لكم